موسيقى مرساكم سعيد مشاهدين اهلا بكم الى حلقه جديده من حلقه ضيف الكب دائما من كب فاند كاتخوة ضيفي لهذه الحلقه الاستاذ عماد القضاوي محامي بهيئه تونجا وعضو بهيئة مجلس تونجا ايضا فمرحبا بك استاذ عماد معنا في هذه الحلقة شكرا على الاستاذفات تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام شكرا لك استاذ عماد وشكرا على تنبيتك دعوة البرنامج طبعا نقاش اليوم نقاش القانوني والجدل المثار اليوم على الساحة قضية عقود الزواج الذي اتارها وزير العدل عبدالطيف وهبي المثير للجدل في مجموعة من القضايا شرط الزواج في الفنادق ومؤسسات الإيماء السياحية هل فعلا قانونا ليس من حق هذه المؤسسات طلب هذه المعلومات؟ شكرا مرة أخرى على الاستاذفات وشكرا على السؤال على إثارة هذا الموضوع اللي عرفه حد الجدل في الأولى الأخيرة بعد التصريحات للسيد وزير العدل أمام مجلس المستشارين بكون أن طلب وثيقة الزواج أثناء البحث عن الإيواء في الفنادق أو الإقامات السياحية ليس له سند قانوني هو فعلا من ناحية القانونية يعني تصريح للسيد وزير العدل تصريح في محله من ناحية القانونية ليس هناك أي قانون أو منشور أو إطار قانوني يبيح أو لا يسمح للمكلفين بتدبير المؤسسة السياحية والإيوائية سواء الفنادق أو الإقامة السياحية بطلب البتائق يتدخل في خانات ما هو شخصي ديال النزلاء يمكن هذه الطلبات لعقد الزواج أثناء إرتياد المؤسسة السياحية كان أعرفه في الواقع العملي كيكون بناء أو كائين بناء إلى تريمات شفوية من الإدارة العمل أو الوطنية أو الوصالح الأمنية على مستوى مختلف مناطق المملكة بغيتها يمكن ضبط المرتدين أو ساكنة بين قوسين ساكنة الفندوقية أنتم كتعرفوا أن المؤسسة الفندوقية والسياحية كيرتدوا إليها مجموعة من الأشخاص تقدر بالآلاف بشكل يومي وفي إطار ضبط النظام العام والأمن العام المؤسسة الفندوقية كتوضع واحد الاستمارات ديال كل نزلاء وكتحيل هذه المعلومات على الإدارة العامة للأمن الوطني وهذا الوثائق أو هذه الاستمارات التي تعمرها النزلاء إذا كان المرتد من المؤسسة الإيواء أو الفندوق يعني ذكروا أمتاكي تنظروا أنهم وثقة ديالزول من ناحية القانونية أرى ما كنش ما كنش ما كنش ما كنش ما كنش سنة قانونية ولكن أستاذ عمد مي كان قوله ما كنش سنة قانونية هذه السنوات سنوات يعني وهذا الشرط يطبق على إرض الواقع البعض قد يتسائل كيقول لك مثلا أنا اليوم وفقا للقانون كين واحد البند ربما في القانون الجنائي وأنتم أدرا أنه يمكن أنه يتعتبر نوع من التسطر على جريمة الفساد أو كيفش ممكن شخص مثلا ممكن أنه احتغي سهلوها تلخيانة الزوجية ومش معامل الأشياء صح صح هو الموضوع شائق جدا على الشائق جدا لأنه ممكن الجواب قانوني صريح ممكن تضمها للأمر هذه هو مسألة لي الطلب الوثائق الرسمية وخاصة العقد الزواج لديه خصوصية جدا كبيرة من خصص المكلفين بإنفاذ القانون ليس المستخدمين للفناديق أو أصحاب مراكز الإيواء أو أحتل أصحاب مالكي للفناديق لكي نعطيهم هذه الصلاحية التي هي في الأصل صلاحية المؤسس المكلفين بإنفاذ القانون صحيح القانون الجنائي يعاقب على جريمة الفساد ويعاقب على من يسهل عمل الفساد ولكن القانون الجنائي كذلك سوف اشترطت ذلك بأنه يكون الأفراد التي تجدونها مثلا غرفة في الفندوق أو في أي مكان نحن نظر على مكان الإيواء إذا كان فيهم أنهم باين أنه لم يكن بالتعلق على زواج أو لا يعني باين فيهم يعلم الأجهزة الأمنية المختصة لكي يجعل مسؤوليها لكن يقولون يعلم الأجهزة بناء نظرة خاطئة أو نظرة صحة وبالتالي حس التجاري للفنادق نوعا ما مغي هذا هو الذي يقول لك أنه الأمر لا يوجد جواب من ناحية القانونية هو الذي يسبب هذا الإشكال وأنه من ناحية التجارية ومن ناحية التجاع للسياحة هذا القيد رأيك يعني عبء على المؤسسة الفندوقية المؤسسة الفندوقية تقدم عروض سياحية فقط ثالث أصحاب المؤسسة الفندوقية مرهد صريحة هم بيدهم يعني في حيرة من أمرهم يقيرون على أنه ليس من اختصاص ديالهم ليس من الصلاحية ديالهم ليس من الحق ديالهم أنهم يفرضوا عقود الزواج على المرتادين على المؤسسة السياحية وفي نفس الآن يخافوا على أنهم توقع شيء بين القوسين شيء شيء علاقة غير رضائية ويكون فيها مشاكل ويقول ليهم مسؤولين جنائيا هذا القانون ربما في تناقض معي منك نقول أنا القانون لأنهم لا يحقوا أنهم يطلب مني واحدة المسائل التي هي شخصية أو وطائق التي هي تمسح ريتي كفرد في حالة وقوع مثلا في حالي قلت لك شيء خيانة زوجية وش من حق هذه المؤسسة الفندوقية أن في حالة ما إذا شيء زوج أو زوجة تقدمت بالشكاية أنهم يعطيهم معلومات أنهم كانوا متوجدين هنا يعني العطار القانوني هي المعلومات في جميع أحوالك تتعطي المصالح الأمنية أنا قلت لك المصالح الأمنية تراقب كل المرتدين الساكينة الفندوقية بين قوسين يعني جميع التحركات لماذا تتراقب؟ لأن هذا عمل أجهزة أمنية عمل آخر من حق الأجهزة الأمنية ولكن وفق القانون ما ينص عليه القانون يعني تتراقب جميع الساكينة الفندوقية وطبيعة الحال المعلومات التي تتعطيها للأفراد تتعطيها للجهات المعنية المختصة إلا طلبات المؤسسة الأمنية أو القادة في إطار الاختصاصهم من ساحب فندوق أو المركز وأنه يعطيه ما يجلس نهار فلان وفتاني وما يجلس مع مني هنا الأمر بسيط وواضح رغيمت بالمعلومات الجهة المختصة ما فيه الإشكال والقانون يجاوب يجاوب بصراحة على هذا واذا المرتدين في الفناديق والمؤسسات السياحية ومراكز الإيواء سوف نفرض عليهم إذا كان عقود الزوج يجب أن يكون سند قانون لا يكون بناء على تعليمات شفوية من أجهزة من المصالح الأمن ونحن نرى بعد هذا التصريح السيد وزير العادل وأن بعض الفناديق وإقامة السياحية تصلوا بإشعارات شفوية وإذا كانت تعليمات في الأول ومن بداية استقلال إلى الآن كانت بناء على تعليمات ومن المراكز الإيواء أو الفناديق ومن المؤسسات ومن المؤسسات أن تتقلقوا لهم نفس تعليمات الشفوية وكانت تقلقوا بعض الفناديق وكانت تقلقوا إعلانات وكانت تقلقوا إدلاب هنا ويوجد نظر وإنهان المشاريع يتخلقوا ووضع شروط محددة ويجعلون المسؤولات لأن إقامة السياحية وفناديق يقدمون عروض السياحية لإنشتروا حركة السياحية أتمنى أن تقلقوا سياحية وعندما يتحدث سياحة الجنسية لا لا أتمنى أن أتمنى أن يقدموا خدمة فندقية في المساواة ويقدموا عروض سياحية لا 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 يبقى أن تدعو إلى إطلاقا لا نحن تأكدوا العلاقة الرضائية ما يمكن أن نقول أنه ربما بدأت تطبيع مع العلاقة الرئيسة التي نعيبها البعض هذا أمر واقع الأمور نهضره بصراحة هذا أمر واقع المؤسسة الفندقية والسياحية والمركز الإيواء التي لا تقبل بهذه الممارسة سواء بتعليمات شفاوية ما هي الفناديق أو البناكز معروفة على جميع المدن بأنها فيها نوع من أنواع تغطية للسياحة الجنسية أو المرتدي لعلاقة الرئيسة التي يرتدون هذه الأماكن وهذه فيها خلاف القانون ما هو خلاف؟ القانون يعقب على جريمة الفساد ويعقب على من يعد أوكار الدعرة نجيل السؤال الثاني ما هي مقدمة للتطبيع مع العلاقات أنا لا أعتقد أنه يكون هذا هو تصريحة السيد ووزير العدل في هذا الإطار هذا تصريح بين قوسين في نقطة معينة التطبيع مع العلاقات الرئيسة من عدم وهذا الجواب يجاوب المشريع المشريع عادة يدخل من القانون يأتي استجابة للتطور المجتمع والتطور الدواهر المجتمعية المشريع سيتدخل إذا كان يرى أنه من المناسب في هذا الأمر هذا العلاقات الرئيسة وشدد فيها القيود وشخف فيها القيود هذا سؤال آخر لا يمكن أن نقوله هذا التصريح السيد ووزير العدل هو مقدمة لشئ ما لا يريد أن نحضر النواية السيئة في التصريحات المسؤولين على العموم المشريع 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 ووزير العدل يوجد نقاش اليوم هناك نوع من تفاوت في الآراء أو هناك مقسام لأن البعض ينادي فعلاً حرية شخصية والبعض الأخر تشجيع الفساد وما إلى آخر المشريع صحيح هو نقاش ما يرش في المجتمع في المجتمع كان الحادثيين كان المتطرفين في الحادثة كان المحافظين كان المتطرفين في الجانب المحافظ في المجتمع هذا نقاش عمومي جيد جداً صحي ومفيد وربما يعطينا الجودة في شريع مستقبلاً بالنسبة للعلاقة العلاقة الرضائية هذا الجانب القانون الجنائي ربما سوف يدخل ولكن ما أقول لك هذا هو الفصل الذي يجرم العلاقة الرضائية وقتاً ما شوف أنا أرى أن المجتمع المغربي ليس من الأوليوية دياله الآن أو ليس من الحاجيات دياله الآن أو ليس من الأمور الكبرى اللي محتاج إليها جواب المجتمع المغربي عنده أمور أهم أنا من وجهة نظر ديالي الخاصة أنا أمور أهم من العلاقة الرضائية وواقع علاقة الرضائية ما دمكت تمشي الآن يعني ما كتمشي كتم في جانب مخفية أو في جانب مضلين ما كتمشيOSS المجتمع ومشيه ماشي هذا هو الهم اللي للمجتمع المغربي كي يعيشوا الآن كين الغلاء ديال المعيشة كين أمور أخرى كين أمور متعلقة بمأسرة كين جانب ديال التعليم كين جانب ديال الصحة كين جوانب أخرى يعني أسئلة كوبرا تقلق المجتمع المغربي أهم من العلاقة الرضائية ولو أنها هي جزء من الحريات الفردية أكيد جزء من الحريات و جزء من المشكلة مثلا يقول لك شاب أنا الآن معهد غلاء المعيشة هي أمور متدخلة فيما بينها هي متدخلة أنا وحد الغلاء المعيشة أنا مقيتش قدرك يا شاب أنا ننكري أنا ننصرف على زوجة وفي نفس الوقت كتمنعني هذا أنا أشوف أنا عن هذا النقاش وأنتم جورك لأحد نقاش أقول أنه أهم وأكبر وأعمق أكيد هو المجتمع المغربي يعيش وحد تطور يعيش وحد تحول وتحول أبغينا ولا كرهنا يجرنا إلى المجتمعات الفردية المجتمعات التي رحناك أكيد علشان أقول لك أسئلة مقلقة أكثر من الحرية الفردية أولى من العلاقة الريضائية وشهدها هو المهم المهم هو الإطار العام للمجتمع فين ماشي المجتمع المغربي فعلا المجتمع المغربي كي يعيش أطر هذا التطور والمشريع دائما كما قلت لك المشريع يتدخل لمعالجة دواهر معينة نجع عن تطور المجتمع يمكن أن المشريع سيضبط هذه العلاقات لا يقول لك العلاقات الريضائية نقول لك العلاقات بصفة عامة ويحدد المفاهيم بصفة أدق وانا ما كان أعتقد لأن المجتمع المغربي الآن يحتاج إلى التطبيع مع الظاهرة بشكل مطلق أو صحيح أو صحيح لا يوجد هذا القضية لا يوجد هذا القضية لا يوجد هذا القضية المجتمع المغربي نقول لك نزعى الفردانية بدأت تطعال المجتمع المغربي نقول لك هذا سؤال مقلخ لأننا نجعل علماء الاجتماع والمختصين والحكومة تجاوبي على هذه الأسئلة ونحن كاملنا كمجتمع الهروب من العلاقات الزوجية من تشكيل الأسرة ونحن كامل ونحن كامل أكيد أستاذ عماد كيف قلت لك متداخل فيما بينه هذه المشاكل مجموعة من المشاكل التي تطرح مجموعة من الأسئلة الكبرى المتشاعبة فيما بينها العلاقات الرضائية مدونة الأسرة والحديث يطول ويطول مثلا النقاش سيكون كيف قلت مدونة الأسرة واليوم باقتراحة لك يقول لك أنا مجموعة من الاقتراحات لأن كشاب لا أستطيع أن نزوج وبالتالي نوع من القيود كيف ممكن القانون يؤثرها بدون أن نخلق أو متى هو فعلا الأمور أو الأمور التي نقشها متشعبة أمور ثبتة فيما بينها هذه العلاقات الرضائية لأن تشترات حكم عدم القدرة الأغلبية للشباب على الرتيبات بشكل رسمي الكل يرغب في يعني في عيش بسلام بدون قيود بدون يعني ضوابط قانونية بدون مسؤوليات ربما ترتب أعطار قانونية لها هربوا من ما هو رسمي وفضلوا أنهم يقضيوا أوقات قوسين بدون التزامة معينة ولكن هدا غادي كما نقولون الأسس الكبرى من المجتمع البغريبي رادي هز هذا الأسس الكبرى من المجتمع البغريبي ربما سيحول المجتمع ككل إلى مجتمع فرداني سيحول المجتمع فرداني ربما تلك الخصوصية المغربية التي لديها خلفية سواء دينية أو مجتمعية أو قبلية سنفقدها هذه الخصوصية تمغربية ربما سنفقدها نجيل السؤال الثاني المتعلق بمدونة الأسرة وتأثير العلاقات الزوجية أو الأسرة ككل فعلا المجتمع المغربي يعرف تحول يعرف تطور يعرف يعرف يعني دواهر جديدة نتجة على العلاقات الأسرية تحتمع لنا وكتحتمع للمشريع أنه يدخل ويزيد يدبط هذه العلاقات ويخفف من القيود ويزيد يعطي الحقوق الطرفين الطرفين وأسرة تكون أسرة متوازنة لماذا أسرة متوازنة؟ لأن هذه الأسرة المتوازنة التي ربما كان قلبوا لها هي التي ستعطيك المجتمع المتوازن هي التي ستعطيك أفراد سيكون لديهم قيمة مضافة في المجتمع وسيد عمد أكيد النقاش المجتمعي لكي يكون واحد المجتمعي وهو متكامل ومما دفع إلى فتح نقاش آخر حول مدونات الأسرة وهو ما حذب صاحب الجلالة في شتنبر 2023 إلى توجيه رسالة للرئيس الحكومة من أجل فتح النقاش ومن أجل يكون واحد تعديل في مدونات الأسرة هذا التعديل أكيد خلق نقاش ما بين تيارات مختلفة تيارات الحددتي والتيار المحافظ ما بين المطالب بتعديلات بحكم التطور دي المجتمع وما بين المتمسك بالشريعة كيفش ممكن أننا نقول أو يكون هناك فعلاً إصلاح لهذا المدونة واحد النجاح وهو كبير وما بين أننا نفضي جميع الأطراف بدون أن نموسم بالشريعة هو الجواب على السؤال لكم جال إطار ديالو العام في الرسالة الملكية لوجهها صاحب الجلالة في نهاية تشتنبير 2023 لرئيس الحكومة بوية تشكل واحدة الجناعة مقونا من وزارة العاد لرئيس المنسدى المجلس على السلطة القدائية ومن رئاسة النياب العام إلى أجانب السعانة بالمجلس الوطني لحق الإنسان والمجلس العلمي الأعلى والقاطع الوزاري المكلف بأسرة وصدامون وصاحب جلالة في الرسالة ديالو المواجهة إلى رئيس الحكومة روضة على الإطار العام ديال الإصلاح اللي ممكن يكون أو اللي يخصوه يكون في مدونات الأسرة وهدر على أن مدونات الأسرة بعد تقريباً 21 سنة ديال تستبيق تتبين أنها كان اختلالات قدائية وكذلك خصوصي للمجتمع المغربي اللي تستور خلال هذه العقدين كانتفاقية الدولية اللي صادقاليها المغرب تهيتها في رسالة الملكية طالب بالاستحضار دياله طالب بالاستحضار مقاسد ديال الشريعة الإسلامية هتكون الإطار العام دياله وقال لنوح إلا حراماً ونوحرم حراماً وكذلك صاحب جلالة أكد في رسالة ديالو بالخطاب دياله للموجهة للأمة في يوليوز 30 يوليوز 2022 اللي أكد فيها على المسألة هذه بسيكتورك آمين المؤمنين ما يحلش ما حرام الله ما يحرمش ما أحل الله هذا هو الإطار العام هذا الإطار العام أنا أسألت اليوم صفتي رجل قانون وفي ضل المشاكل التي تعيشها في المحاكم وفي الحياة اليومية اليوم كانت دعاوان بعد المشاكل في ضل هذه المدونة كيفما قلت هذه الاختلالات التي يبينها لعمل القضائي رادكرا في فريسا الملكي كان أعتقد جوجه لتزاد المراد أكد على هذه المسألة هذا التدخل لإصلاح مدونة الأسرة سيجاوب بالأسس على هذه الاختلالات التي تعرفها العمل القضائي أكيد أن إصلاح مدونة الأسرة سيخلق نقاش مجتمعي رغم أن هذا النقاش المجتمعي الذي نعيشه الآن حول إصلاح مدونات الأسرة أقل حدة من النقاش المجتمعي الذي كان في ألفين وجوجو وثلاثة وربعة عام بعد خطة الوطنية من أين؟ من ناحية الحدة والصراع ما بين الطيار المحافظ وما بين الطيار الحادثي كان نقاش قوي ومسيرة مليونية هنا وهناك ولكن الآن لا يوجد الصدام القوي ربما من ناحية النقاش العملات بعد هذا الأمر كان هذا المرة نوعا ما هادئة كان جانب المحافظ أو الطيار المحافظ هو اللي كان شوية عنيف بين قوسين في الخطاب وفي التعليق على بعض المقترحة لبعض المؤسسات لبعض لبعض لجمعات المجتمع المدنية والمهتمة بالشأن الأسرة والطفولة والمرأة بينما الطيار الحادثي كان أكثر هدوءا وأكثر رزانة وأكثر حكمة في النقاش في هذه المناسبة وكان أكثر حكمة في تقديم المقترحات أكثر حكمة أكثر حكمة أكثر حكمة أكثر حكمة زواج القاصرات لا نكون أسرة على الأقل تكون الأم أو الأسرة تكون انطلاقة صحيحة اليوم الحادثيين يقول لك زواج القاصرات زواج الطفل كيف طفلة ممكن تعمل أسرة وتجيب أبناء لهذه الحياة الناس المحافظة انتير المحافظة يقول لك اليوم البنت تبلغ سن البلوغ وقادرة معناها قادرة نجيب نحية الجسمانية قادرة أنها تكون مع زواج كيف القانون يمكن يرضي طرفين لا تصالح هو حقيقة الموضوع هذه الزواج خاصة بين المواضيع الكبرى المدوانات الأسرة المقبلة إن شاء الله تجاوب عليها تحل فيها بشوية الشجاعة وتوضع حدود لأن المادة 20 التي تكون في المدوانات الأسرة مقصدة سيثنائية من المدوانات الأسرة من 2004 ولكن عندما نرى الأرقام للزواج القاصرة ستشكد الضمان المشتماع المريب في 2022 تقريبا 13 ألف حالة الزواج القاصرة صور معي 13 ألف طفلات قاصرة من زوجت في 2022 لا يمكن أن نعلم القضاء الذي يعطي إذن بزواج واحد قاصر لا نقول أن نعلم القضاء هو مقصدة السيثنائية وكين في مدوانات الأسرة وهو مقصدة السيثنائية ولكن من حق القضاء أنه إذا لم أرد أن أرد القانون يعطي الإذن بزواج القاصرة هنا أراكي خلقنا مشاكل مجتمعية كبرة هنا استحضروا النقاش التيار المحافظ والتيار الحادثي والحقيقة مخصوش ليس نقاش التيار المحافظ والتيار الحادثي هو نقاش مجتمعي بالأسس تصور معي بنت عندها 15 16 17 سنة في هذا العصر هي قاصر وتزوج وتنجب يقول أن الأسرة فيها قاصرين ليس قاصر هناك أم قاصر وطفل ومولود آخر وغالباً هل يمكن هذا القاصر وكذلك تقول أنا أريد تزوج أريد اسمحني أقول لك أنا أريد لا أريد 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 أنا أريد أريد القاصر لا تكون في حالة وإدراك هذه طفلة لكن لا أريد مثلاً الزواج الفاتيحة أو أنا أريد الزواج الفاتيحة لأنه الرقم المظلم في المجتمع المغربي أنا أدرت 13 ألف تقريباً تقريباً في حالة الزواج القاسر دون معرفة العدد الحقيقي الزواج الفاتيحة هذا الرقم مظلم لا يوجد علم بعدد خصوصاً في البوادي أو القرى الذي لا يحتكم القانون والفاتيحة والأعرف والتقاليد الصور معي هذا 13 ألف طفلة المكان الطبيعي يجب أن يكون في المدرسة يجب أن تتعلم لتحسن المساوات التعليمي والأكاديمي وتحسن المستقبلاً من المساوات إلى المدرسة ولا تكون عالة على رأسها أو عالة على شيء أحد تصور البنت الزواج في هذا السن بعد وأغلب زواج القاسرة ينتهي بالطلق كان دمروا الطفلة كان دمروا المولود كان دمروا الفكرة للأسرة كان دمروا في المهد القانون أو المدونة الأسرة مقبلة تحل بشجعة المطلقة في القطع بشكل نهائي مع المقتدل السيطنائي الذي يزوج القاسر يمكن أن نقول لك تقول لي راكين بعائلات التي تتعاني 13 ألف ما هو المخيف يعني 13 ألف مقتنعين بأن هذه الطفلة هي قادرة على أنها تفتحت واحد البيت الزوجية وأنها تكون بذلك المسؤولية هذا إذا عملنا قانون ما قادرين أننا نقنع هذه العقول 13 ألف ليس سهل كيف نقنعهم العقول يخصى تقتنع ليس 13 ألف حالة هذه حالات وأغلبية أنا أكد أجزم أنا أكد أجزم أن الطفلات القاسرات التي تشيحدها فيهم ما عند الإرادة الحرة لكي تمارس القانعة عادية كما ينبغي لا تقول لي سيار المحافظة يقول أن لا تحدّوش غالات سيار المحافظة والسيار العماد ولكن بقدر ما أن تلتشر هذه فقط حالات لتزوجوهما قاسرات يعني عندهم أباء عندهم أمهات أنا أعلم نظرة المجتمعية لأنهم متقبلين لفكرة زواج القاسرات وبالتالي كيف يكون واحد القانون وهو زجري وفي نفس الوقت لا يمكن أن يكون لفكرة 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 أمر بسيط جدا أنا أمر بسيط جدا أنا البنت مقيمة بلغت السن الرشد القانوني لأنها 18 سنة ماشي ماشي يعني السن ديالزاواج بلغت 18 سنة يكون السن الرشد القانوني تزوج في حالة ثلاثة في حالة أربع ولكن نبرر أو إلا نخلي هذا المقتدر السيطنائي ونخلقه أنا قلت لك واحد الأسرة فاشلة من البداية وأغالي من العلاقة غير سوية أصلاً تكون بين زوج وكتلقى أغلب اللي كتزوجه بالقاصرة تسين ديال المرتفعة لا يكون شوح تكافؤة لا يكون شوح تكافؤة إن لم أقول لك هذا واحد أشكال من أشكال ديال الزوجي أو لما نسموه شخصي يصاب زوجي الشكل من أشكال ديال الزوجي صابة الاستغلال الجنسي الاستغلال الجنسي بشع كتلقى أغلبية ديال اللي كتزوجه بالقاصرة هم كبار في السين هادو كيخلقونا كيجيبون دواهر مجتمعية أخرى اللي كتسيء المجتمع وكتسيء نصورة ديال المجتمع وكتسيء الأسرة المغربية ككل المدونة الأسرة خصت يعني الجواب على هذا السؤال وكتسيء الأسرة عن هذا المقتدع السيتنائي أنا كنت أكد أنه مدونة الأسرة حالية هذا مقتدع السيتنائي وعليني وليه هو الأصل يعني 13 ألف أسرة بقى أولا 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 بقى تطبع مع هذا الظاهرة اللي سأف الحقيقة هي خطيرة هل تكونوا عن التوعية إلا ما كانت القانون زجري هم لتجؤون بعض الأسليب اللي مكونوا عنها بداية بحل زوج الفاتيحة أكيد أنا المشارك سيددخل في هذه الحالات وأنه يكون مقتدع سجرية لمن خالف هذه الشروط دروري للسين الرشد لسامح بالزواج أكيد ونرجع لك الشيء الثاني للسؤال أنه يخلق نقاش مجتمعي ما بين التيار المحافظة نقدر نقول لك حتى المجتمع المغربي في واحد جزء كبير الآن مؤمن بأن هذا المقتدع السيتنائي خصوة توضع له أحد ما عاد واحد جزء بسيط من من بينقوسين التيار المحافظة اللي ذكرته اللي ربما يقلب على موادع تمس الشعور العام ديال بعض العقول أو بعض الأسر اللي يحر المدونة أو الحادثيين أو يحرموا ما أحلى الله ويقطع بالعكس هذه مسألة السين الرشد مسألة ماشي ديال البنت كبرات ولا طوالت ولا عند القدرة السين الرشد ماهي لدي كان سين الرشد الأسر لم يكن لدي كيف حالي لم يكن لدي السين الرشد في أن أسر مستقرة في تجربة او تحمل أعباء أسر تعمل أعباء تربية المدينة في الفتاة لا تحتاجها لتطور لا تحتاجها لا تقلب ثانية ثانية وتعسى وثوة نحن نتحرر من القيود المجتمعية نصل هنا في موصلة تسليل الرشد ندعوها في مدينة ونشد عليها كأن لا شيء ربما يكون تفعيل مشاكل متداخلة ربما التعليم كذلك اتقرأت وكذلك لم يكن فرد نوع من القيود اجبارية التعليم اجبارية التعليم هذا هو المكان الطبيعي المخصص للقاصر ومؤسسة التعليمية هذا الاشكال يقودون فيما قلت تكون نسبة طلق فيهم مرتفعة طلق عموما في مدونات الأسرة الانفوذة تكون جديدة تحمي القاصرات التي تتلقوا أو المرأة بشكل عام ما رأيك هذا الموضوع ما انتظاركم كرجال قانون ما انكم تعيشون مجموعة من المشاكل داخل المحاكم فيما يخص الطلق الجديد في مدونات الأسرة في الطلق هو الجديد في مدونات الأسرة ككلما يعرفون مجرد مقتراحات رفعت للجناء الشغلات قدمت للصيغة النهائية رفعت إلى جلالة الملك جلالة الملك لأنها أمير المؤمن سوف يرى ما هو أصلاح للمجتمع المغربي والأسرة والأسرة سوف يرعي جميع الجوانب الانتظارات هي كبيرة هدرنا على القصيرات أنا كنت أتمنى أن مدونات الأسرة تجاوب على هذا الأمر أو أن توضع حد هذه المقتراحات السيطنائية المشاكلة المشاكلة كانت تسدروا تبسيط المساطر المساطر التلاق أو التسطليق ما فرق بين التلاق والتسطليق؟ التسطليق التسطليق والشيقق أو التسطليق في أنواع بزولة لكن التسطليق الشيقق هو الأهم المعطين لهم من حق الزوجة لم يكن تعرفونها قبل مدونة الأسرة ومدونة الأحوال الشخصية كان التلاق ولم يكن تسطليق كانت تسطول رجل ولم يكن مقيادة ولم يكن لديها الحق ندخل المشاريع في 2004 ومدن تسطليق ومدن تسطليق ومتعلق بالتسطليق من حق الزوجة التلاق من حق الزوج فقط مع هذا الطلاق الاتفاقي الذي يكون دائما بين الطرفين الانتدارات أهم الانتدارات هو التبسيط المساطر معالجة المشكلة أثار ماذا تتحدث عن المساطر؟ التبسيط المساطر التطليق الدعاوة الأجالات الدعاوة التطليق إشكالية التبليغ أستاذ إشكالية ممكن أن يكون في دولة أخرى أو أن يكون في ذلك العنوان التي يكون هناك وبالتالي يفضل التطور التكنولوجي كيف يمكن أن ينتظر أن يصل هذا الجواب سوف يدخل في مشروع قانون مسترى المدني الذي سيعتمد أخرى التبليغ التبليغ الإلكتروني الإجراءات التبليغ وهذه المسألة تطليق الأفراد المقيمين سواء أن يكون جوج الأطراف أو الأطراف مقيمة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن هناك مشاكل كثيرة خصوصا في التبليغ كان هناك صعوبة كبيرة لتبليغ إما عن طريق الديبلوماسية تبعطي المسترات عن طريق الديبلوماسية تأتي الوقت كبير كبير كأولى طويل جداً كي صعب من المؤمورة تطليق نتمنى أن مدونات الأسرة تجاوب على هذه المشكلة وهو الأطراف وهو الأطراف وإنما يكون الزوج هنا يغير العنوان وبالتالي يقول لك أنه يتفاد أنه يفتح من العمور القضائي أنه يستلم هذا التبليغ وبالتالي تطليق هذا الأمر هذا الموضوع أمام قانون المسترة المدنية وهو اعتماد العنوان الرسمي ربما يكون في البتقاء التاريف الوطنية يتحمل فيها الزوج أو الزوجة المبلغ إليه المسؤولية إلا ما كان في ذلك العنوان يتحمل مسؤولية لأنه هو العنوان الرئيسي الذي يوجد في البتاقة الوطنية أو التبليغ الإلكتروني وهو من أشكال التبليغ الذي سيكون المستقبلاً يعني آخر موطن معروف للزوج أو المبلغ إليه لن نخصوش سيجاوب على هذه الأسئلة نظر إن شاء الله قانون مسترة المدنية سيجاوب على هذه الأسئلة متفائلين بأن المدونة ممكن أنها تحل هذه المشاكل وطبيعة الحال تفاؤل سيكون دائماً حاضر ما أهم أكثر هو المدونة الأسرة تجاوب على الأسئلة وطبيعة الحالة التي تحصل إلى الأسئلة تحترق هذه الحضنة تجاوبة أموال المشاركة وطبيعة اموال المشاركات تجاوبة أموال قبل لكن تجاوبة أموال ولكن تجاوبة أولاً كانت حكمة المحكمة العدة مستحقة الزوجة ولكن إذا كان الملك اللي سكن فيها الزوجة باسم الزوج وبغاها يعني القانون كي يخرج هذا الزوجة فين غير أبناء واحتل المستحقة اللي كتخرج للمحكمة كتكون ما شي كافية أنها تبشي وتبدأ واحد الحياة اللي هي جديدة وأنها تكري أو تعمل صحيح حدوم بين الإشكالات اللي كانت من مدونات الأسرة أنها تجاوب عليها ودك تدخل في خناديا الاقتسام ديال الأموال المكتسبة ما بعد الزواج اللي حقيقة الآن مدونات الأسرة ما كتتدرش على هذا الجانب كتتدر في مدات ودور بين وثيقة مستقلة اللي لا بغاوا عمل الأزواج اللي بغاوا عملوها منحقة بعقد زواج لتدبير أموال المشاركة أو لك يحتفظوا بالدم المستقلة ديال الأموال دياله هذا إشكال حقيقي الزوجة والزوجة كتلقى أسرات 30-20 سنة ديال العشراء الأبناء كي وقع تطليق والطالق الزوجة بعد انتهاء ديال العدة ملزمة بإخلاق بيت الزوجية سواء كانت في منزل سواء كانوا الأبناء أو ما كانوا شلابناء طبيعة الحال أبناء المحكمائية كانوا قاسرين كتحكم بلهم بالنفقة ووجر ديال السكن ووجر ديال الحدانة ولكن احنا نهضروا لالأم الأبناء ولكن حتى أجرة الحدانة ووجر ديال السكن يعني كيكون أحيانا المبلغ هذي هذي الوضاع ولكن هذه كتحكم بها لأبناء المتدرية الأكبر هنا كان هذا المتدرية الأكبر هو الزوجة والمطلقة ترانم أن الحدانة تكون للأم هذي الأبناء يتبعون الأم يعني طبيعة هي المحكمة كتحكم الأبناء بأجرة ديال السكن وأجرة الحدانة وكتحكم الأم برنافقة ديالهم ولكن الأم كحادنة كتبقى خارج هذا الإطار هنا المدونة الأسرة كنت تتمنى أنها تجاوب على هذا الأمر هذا النقاش الذي خلق نقاش ما بيننا نرجو على تيارة المحافظة تيارة هذا تدبيئة أو الاقتسام الأموال المكتسبة من بعد الزوج وشدك المرأة مشكلة التي اشتغلت مع الزوج وكافحت معه وربط معه الوليدات وكافحت مع الثيلة مثلا مدة طاويلة وخايا لا تشتغلش خارج خارج البيت رغم أنه الآن أغلبية الأسرة في المغربية رأى الزوجة تتحمل فعليا وتتقاسم فعليا مع الزوج جميع الأعباء أغلبية الزوجة والأسرة الآن تتلقى الزوج يشتغل والزوجة يشتغل ويتتقاسمه في الحياة العاملية وما هو عملي كل شيء بما فيه المصاريف هنا لم يحافظوا على الحقوق لهم كل واحد بالحق لهم أثناء أفترة للزواج إذا وقع الانفصال إطلقى الزوجة رأسة في ورطة في الشارع هناك الزوجة التي تشارل فما بالك الزوجة التي تضحح لمدة طويلة وعامل داخل البيت الزوجية هي التي تشقا هي التي تربي البلدات هي التي تدهم المدرسة هي التي تطيب هي التي تتعجن هي التي تتخر هي التي تدبر جميع تتخر أو تتضح بالوقت بطاقتها كاملا لصالح الأبناء وزوجها إذا وقع الانفصال القانون ما أعطا الجزء في القانون أستطيع سمحني على المقاطعة كان القانون الذي يكون قبيلاته هو الكدوس سعية ومن حق الزوجة ترفع القضية ربما لقليل لا يعرف وش هذا النوع من قضايا في المحاكم المغربي خاصة هنا عموما في المغرب كامل لأن الناس لا يعرفون ما يلتجون لهذا القانون لا يقول ما يعرف ما يعني الكدوس السعية والحق الكدوس السعية الأصف يرجى إلى الفقه المالكي هي نفتوى في الفقه المالكي هي الحق الكدوس السعية التي تتعطي الحق للزوجة أنها في حالة الإطلاق أنها تتقاسم الأموال المشاهد هذا المدونة جديد للمشاهدين المدونة لكينا للمعمول بها المدونة 2004 قد نصف المادة 400 أنها كل ما لم ينص عليه في القانون المدونة الأسرة ممكن رجعه في الفقه المالكي المدونة الدعوة الكدوس السعية عند الأصل في الفقه المالكي كان فتوى في الفقه المالكي كان أعتقد الفقه بن عردون هو الذي متابه الكدوس السعية المدونة 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 قيمة نصف الحياة اليومية تكبدو المدونة في الدعوة كان نموذج من قضاء الحكم من المدونة لم أقصر لأن المشاهد يجب أن يفهم ما المدونة الأسرة حاليا كان نصف المدونة المدونة حاليا لفقه المالكي وفي الفقه كان فتوى الحق الكدوس السعية وكان دعوة الكدوس سعية رغم أن قليل القضاء يبقى محتاج أحكام قليلا ولكن هناك قضائية تحكم أكبر حكم فعلا لا لدي إحصائيات غير دقيقة لأن أحكام قضائية عادة ولكن قليلا 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 حتى الجرأة تنقص عند القضاء أحكام لأسر المغرية أو لأسر المغربية لأن هناك مسألة الإثبات إثبات أن الأموال تسيبت بعد الزواج وأن المرأة تساهم سواء فيها عمل أو قارن مثلا هناك خيط هناك تعاونية أو الأموال ويمكن الكثير الأموال تقوم بها المرأة تساهم في إكتساب الأسر لأسر الأموال كانت منها مدونات الأسرة للمقبيلة أو المقترحة تجاوب بصريح النص على كيفية تدبير أو تعطي الحق للزوجة في السيفادة من هذه الأموال المشاركة التي تسيبت ما بعد الزواج لا نظر على ما هو مكتسب قبل الزواج نظر على الأموال المكتسبة بعد الزواج وإنه كانت منها السيدة التي تطلق وإنها تساهم هذا واقع سيدة 20 أو 25 أو 30 أو 15 سنوات الزواج يجب أن تجد رأسها من المقابل وإنها لم يكن لديها أب أو 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 لديها شيء أصبح في السياة وإنها لا يوجد حيث حق المرأة هذا أكبر حيث كيف نكون متحيزين للمرأة؟ لا، ليس متحيزين، هذا هو واقع، هذا هو حسن عزل ولكن ربما يجب أن نحمي وحتى الرجل لكي لا نقل رأي البعض يمكن أن يقول لك أن المرأة ممكن تستخدم هذه النقطة إلى مشاة القانون لإعطاء هذا الحق كجانب انتقامي بحكم أنه، كيف يمكن أن نحمي وحتى الرجل؟ أنا من المقبل που علمت لي تقول لك شيء انتقامي لا يعطي إلى مقاعدة منها، أردت لك أعطي إلى حق الذي يضمن لغير كرامة جدا على الأقل أنا لم أظن على مقاعدة 40% أو 50% حسب الحشن؟ لا، نحن نحفظ على الكرامة مع الأقل كانت تنقلتها في الشارع ورفقة أبناء؟ نقول الأبناء إليك أنه أبناء قاسرين عندهم بعدها وخاذ لك شيء بسيط ومشيف المساعدة لأنه لا يستطيع الرماق ويوفر لك أبسط شروط المعيشة مع ارتفاع المساواة المعيشة مع مبلغ نافقة أو الأجراء الحدنة أو السكن لا يستطيع لك هذه الحاجات ولكن هنا المشاريع يجب أن يدخل لكي يعطي على الأقل بعض الحقوق للهد سيدة التي تحاط لسنوات طوال مع الشريك السابق من أجل بناء الأسرة لأنه يجب أن يدخل المشاريع ويجب أن تبني الحياة العملية جديدة ويجب أن تسكمل الدراسات ويجب أن تقلب على عمل يجب أن يجب أن يدخل هنا المشاريع يجب أن يدخل لا نقول أننا نحمي المرأة على حساب الرجل إطلاقا ويجب أن تكون الحق في الأموال التي ربما تسيبت بعد الزواج هذا هو حق نظر حق مشراء عندهم ما يبررهم صحيح أعتقد أنت في شريعتنا وفي دينك يقول أن نعم نظرت لك لا تحسنا الأقل لا تنسوا الفضل بينكم وفي دينك يجب أن تحسنا الحقوق هل تحسنا الحقيقة؟ هذه هي القيم الحقيقية من الأسرة التي تسد في المجتمع نعم أكيد هي الأساسة هي علاقة فردية فقط ما بين زوجة وزوجة بعد أن تتفاصل خصومك يكون الأبناء لأن تكون الأسرة تتفاصل الأب يمشي وأم يمشي وأبناء لا يريد أن نضيعه لا يريد أن يكون لك الحس الانتقامي سواء مراجعة لا يريد أن يكون كالنظرون هذا الأمر في هذه المنطقة استغلال استغلال الفصل القانوني أو المقتدد قانوني من أجل الانتقام من شخص آخر الذي يسأل علاقة بين التنافين في العموم هذه حقوق وواجبات خصوة تنضم بالقانون وهذه هي إشكالات بين بينات الممارسة العاملية خلال العشرين سنة لتطبيق المدونة الأسرة أنها تجد أجوبة حاليا تجد أجوبة صريحة بمجاب القانون مقصدية قانونية لكي نخرج من هذه الإشكالات حمانا كنت حتّ على الحقوق في إطار مدونة وانتظارات ما يمكن أن يكون حق الولاية للأم هذه من بين الأشياء التي لا زالت تطرح إشكالات كثيرة من بين الإشكالات التي تطرح بعد انفصال العلاقات الزوجية هو الولاية الولايات تتبقى الأب والأم هي الحاضنة وهنا فعلا كيتم استغلال والاستعمال هذه الولايات على الأطفال لانتقام أو للبتزاز تصور مع أسران فصلات الأم هي الحاضنة هي المتكفلة بكل أعباء دي الأبناء ما يكونش عندها الحق حتى تنقل الإبني من المدرسة إلى مدرسة يجب أن يأتي الولي الشرعي هذا أكبر حيث في حق الطفل البعضة حق المحدون قبل الأم أريد أن نستحدث في مصلحة الفضلة للطفل التي تدريها الاتفاقية الدولية للمغرب صادقية أنا أتمنى أن مدونة الأسرة من المستجدات التي تأتي في مدونة الأسرة المقبلة تجاوز بصريحة على هذه المشكلة وتعطي الحق للأم إلى جانب الأب إلى جانب الأب في الولاية اليوم هذا الحق التي تعطي المرأة أن تصدر جواز الصفر للإبناء أو الإبناء ما يمكن أن يكون تمهيد للحق للولاية أو أنه يبقى في إطار شكل فقط لأقل أو أكثر هو الاستخراج للجواز الصفر لا يوجد إشكال كبيرة لأنها الوثيقة ولكن بحكم الصفر لا يوجد حق أن الزوجة تأخذ الأبناء وتصفر بهم هذا هو ما أريد أن أقول لك لأن الحصول على جواز الصفر بحد ذاته ليس هذه المشكلة هذه الوثيقة تتعطي تعليم لأنها استخراج للجواز الصفر ولكن إذا لديك للجواز الصفر القاسر بدون أن تستخدمه بدون أن يكون لديك الحق أنه تستخرج تأشيرة وبدون أن يكون لديك الحق أنك تغادر التراب الوطني إلا بالموافقة الصريحة للأب أو أنك تذهب للقضاء وأنه ستغادر التراب الوطني من أجل السياحة أو تطبيب أو زيارة عائلية أو السياحة تبقى الأم مكبلة ليدين لديك الحق تحت الرحمة للأب أحيانا تكون رفض فقط انتقامي لأقل أو أكثر هو حكم الواقع العملي هذا هي الحالة الغالبة أو السيمة الغالبة يكون إما الانتقام أو الابتزاز مقابل إلى شيء آخر وأكبر أكبر متضرر هنا هو الطفل لأن غالبا الأب يتزل الأم تنزل لي لا تنفذ لا تنفذ لا تنفذ لا تنفذ لا تنفذ لا تنفذ ما يدع هنا طبعا وممكن أن ترون قانون مثلا احتفل لتنزل الطرفين على حق من حقوق الطفل ممكن يرفض القانون من ناحية القانون ختم العلاج من ناحية القانون ما يمكن أن الوصاية الأب أو الولاية الأب هو المتحكم روخة لا تنزل لا تنزل لا تنزل لا تنزل غالبا في الخفاء وإن تدخل المشريع في الخفاء هذه القضية التنزل وممكن زوجة تنزل إلى مثلا نفقة مقابل حضنة وحق الصفر ومن بعد تنزل ما لديه الحق في أنها نفقة لا تنزل لأنها حق لطفل إذا تنزلت مقابل شيئا لا تنزل لا تنزل يعني لا تنزل لطفل لا تنزل هنا هنا الولايات ضروري للمدونة الأسر المقابلة ولكننا نج لكن هذا الحص الانتقامي لا يكون فقط عند الزوج و قد لا يكون حيانا حتى عند المرأة و ممكن أن تستغل الجانب العاطفي للأب و تضغط عليهم هذه النحية و كيف نحفظه حتى الجانب دي الأب بشأنه لا يتصدرش من هذا الجانب هو الأب عادة ما شي هو المتضرر الكبير في هذا الواقع العملي ولكن أحيانا ممكن أن يكون متضرر أنا مثلا كأم و أريد أن أعطاكي الولاي و سأخذ الأبن و سأخذ المحبي و سأخذ المحبي الآن هذه المسألة كنا و هي تكون ردت الفعل التي تعني أب في الرفض المنح للإدن بالسفر و هي تكون متعنيتة تكون متعنيتة نهار اللي غادي تأخذ ذلك سواء بمجاب قرار قضائية أو لا في صراع مع الآب و في إطار ديال البتزاز تغادر التراب وطني بشكل نهائي و لا ترجح شكي كبير ذلك الواده و هناك قوله المشاريخ السويد الدخل و هي تكون الأمر و هي تكون القانون يوازي ما بين الأطراف و هي تراعي المسلحة الفضلة و هذه جتف رسالة الملكية التي دعا لإستحضار المبادئ الكونية و الاتفاقية الدولية التي صدقها لها المغرب و خصوصا بالطفولة هنا تكون شريع متوازن حتى العلاقات تكون متوازنة حتى حدة السراعة تخف أمام لك يكون القانون في صف جهة أكيد سيكون الانتقام سيكون الابتزاز سيكون المناورة سيكون البحث على حيال خارج القانون للهروب من تطبيق هذه المقتضايا لتجاوز هذه الإشكالات سيكون المشاريع يدخل بصفة رسمية و يسن مقتضايا قانونية في مدونة الأسرة المقبلة التي تتوازن ما بين الولاية ما بين الأب والأم و تتعطي الحقة للأم في استخراج الوثائق الإدارية في ممارسة الحق ديال الولاية أنا أعطيتك مثل بسيط الذي يمس بالحقة ديال التفل في التعليم أريد أن الأم تريد أن تضع ابن لها مدرسة لأنها لم تكن الأب هذا ليس إشكال هذا ليس حيف هذا حيف حق التفل حيف حق الأم هذا حيف حق المجتمع لأن هذا التفل يكون يشكي المشامعة للغد إذن هنا القانون يجب أن يجاوب على هذا الإشكال و يوضع حد أن السفرات الأب بالسلطة لا أقول سلطة ولكن في التحكم سلطة التحكم سلطة التحكم سلطة التحكم أكيد الحديث أكيد متشاعب في الموضوع ديال المدونة و إشكالات كبيرة و مشاكل أكثر فقط فقط ماشي مسألة الزواج و الطلاق و القاصرة ولكن كان المدونة جاءت ربما خصت تلم مجموعة من الأشياء منها الأرض أو مسألة التعصيب معنا نتحدثنا على الولاية و نشرونا التعصيب تعصيب وش ممكن نقولوا بأننا كنش انتظارات ضي الصراع القائم يوم من الحدثيين و بين محافظين في هذا الجانب هو صحيح من بين الموادع المطروحة أولا الموادع اللي اتناقشات في هذه الفترة ديال تقديم ديال المقترحات بمسألة ديال الارتس وهناك سنكونوا حادرين جيداً يعني هذه مسألة مش يعني شريحة كبرى من المجتمع المغربي و كتسمس الشعور العام الديني ديال المجتمع المغربي لأنه هو في طبيعة فوة وخافها محافظين ولكن بشمولية وره مجتمع محافظ هنا كان أحكام قطعية أحكام قطعية تشي حد ما مهدر عليها أنا مش مختص في علم فعلم مواريته في الفرائد ولكن على العلم هذا النقاش هو اللي كان كين النقاش اللي أولا بعض المقترحات أولا بعض الجمعيات أولا بعض الأحزاب أولا بعض المؤسسات اللي قدمات مقترحات في هذا الإطار ديال محاولة للشهاد في مسألة ديال الارت في الشق ديال التعصيب هناك تتطرح إشكال التعصيب ماشي الحالة اللي فيها أحكام قطعية تفا الأب وخلا للبنت والإبن وباقي أفراد الأسرة مثلا للزوجة هناك تتم تسويق دياله من طرف بين قوسين من طرف ربما بعض طيارات المحافظة لأنه هذا هو المقصود المقصود بالنقاش الحقيقي ماشي هذا هو المقصود ماشي اقتسام الفقهاء أو المختصين كي ناقشوا مسألة اللي فيها جسي هات قضائي اللي بالخصوص كتتعلق بالتعصيب التعصيب كنت لاتت حالة ديال التعصيب التعصيب بالغير التعصيب مع الغير التعصيب بالنفس وهد الحالة ديال التعصيب بالنفس هي اللي طرح إشكال بزاف وأغلب ديال الأسار المغربية وفي المحيط ديالنا كاملين كنعيشوا هات الحالات والتعصيب بالنفس هو الحالة الأكثر شوية فيها وميك توفى الأب وكيخلي غير البنات يا وحدة يا جوج ثلاثة وكيخلي معهم مثلا الأم بعد الأحين كيخلي الأب وكيخلي الإخوة دياله أشيقا هناك إلا كانت البنت وحدة ركادة ناسف والباقي يجي ديال العم ولا إبن العم هذا بالجتهد لا يوجد نص قطعي هذا هو اللي يجب أن يتنخش هذه الحالات اللي يجب أن يتنخش كان فيها جتهد في حصر المائيين لأن كانت ديال الأسرة اللي كتوفى الرب الأسرة دياله وديال الأب كيبقى وغي البنات كان هو اللي كيخلي كان ديال العم هو اللي كي تتكفل هو اللي كي يحضن ديال الأسرة وخاتف فلا هو اللي كي يصرف عليهم كان مبرر أن العلماء واشتهدوا في ديال العصر هذا كي أعطونا هذا الترتيب هذا الآن المجتمع تغير العلاقة الأسرية تغيرت وقبل أن نقشوا العلاقة ونزع الفردانية في المجتمع المغربي الذي كانت تغيرت وكان نقشوا العلاقة الأسرة ما بين الأفراد الأسرة وغالباً كانت تجد هذه الأسرة التي فيها هذه المبناء كانت تجد هذه الأسرة والأبن العام والأبن العام من عمره لا يوجد الدرد لا يعرفون أو لا يعرفون ولكن بعيد وفي الأسبوع الأبن يصبح الأخ الشقيق وإخوة الأشيقة والأشيقة ويقوموا برد العلقة والخطير في الأمر كانت تجد هذه الأسرة والأم ساهمون لإصال المساهمات والزوجة بعد الزواج وغالباً تجد هذه الأسرة والإرثة كانت توجد تجد لأن الأبن لديه وكما تقول لك مثلا أن الأب لديه حق الوصية وممكن يكتب طالما أنه نزل علاقات الحياة من ناحية القانونية لا وصية اليوارث في مدوانات الأسرة حاليا يجب أن تدبر الأمور المالية في الحياة ويجب أن تدبرها في طرق قانونية ولكننا نحن نحن في حالات عادية يجب أن تدخل شريعي ولكن أجتهاد ... أن أجتهاد العلماء لا أجتهاد العلماء لأن أقول لك أن هذه المسألة التعسيب نفسها وقتها بالتأكد وقال لنجاح تقالي dış السابقة ومشكلات في المجيسة المرمة ويظن أن هناك أيضا أحكام قطعية رواقاتها لا تجد لي أنه يسرى هنا يتحدثوا لجلالة الملك في الرسالة على مقاسد الشريعة الإسلامية. لا يمنى أن العلماء يشاهدون في هذا الأمر وربما يعودون تفكير في كيفية اقتسام تلك الأموال أو تلك التاريكة في هذه الحالة. كما يشاهدون العلماء في عصر أخرى راته هذا العلماء عندهم من الإمكانة لا يكفي. باب الشهاد مفتوح باب الشهاد مفتوح دائما يجب أن يشاهدون الدين في أحكام غير قطعية يجب أن يسير المشامع. مقاسد الشريعة الإسلامية هذا هو الهدف لها. أنا أعتقد أن هذا الأمر هو الذي يذهب للنقاش أما الذي يوجد أحكام غير قطعية بصريحة مصر لا يوجد أن يذهب للنقاش لا تكون موضوع هل أنت مع المستوى في الأرض بين مرأة و رجل أو لا؟ هذا هو المباشر ليس لذلك في حدود في حدود النصوص القطعية في حدود النصوص القطعية رأى النصوص قطعية إذاً لا تنشى مع أنا لا تنشى مع أنا لا تنشى مع لا تنشى مع لكن كان فئاته طالب صراحة باقتصام الإرت في النص لا توجد قضية لا تنشى هذا كل حالات نصف المساعدة أنا أقول لك هذا نقاش الحقيقي نقاش الحقيقي نقاش الحقيقي ما هو هذا؟ نقاش الحقيقي ولكن هذا هو ما يسوق المجتمع المغربي حتى هناك نقاش الحقيقي لإنك شخص حق محافظ لا تكن إديولوجيا لا تكن إديولوجيا لا تكن محافظة هذا هو الخطب نقاش الحقيقي ربما أصبح لا أعرف لا أتمنى ربما أصبح نحن أن تحصل للنظيم المغربي والشياء والعناء لتنشي الأضم соврем لإنك شافة لأنك شخص سوف يقوض الدين ويهدم الإسلام ويهدم الإسلام نحن نكون موضوعيين ومنصفين في طرح الإشكالات وطرح الموادع ونكون في طرح الحلود والاقتراحات لا نكون متطرفين ونحق أي فرط في الاجتماعي يفكر كما يعتقد وكما يؤمن ونحق أيضاً لن يقصد أخرى نحن نتحدث عن المطالبة في المساواة في الإرس لا نوجد من أحزاب محافظة كين أحزاب وطالب صراحة وعنية أكد أجزيم أن نقول لك جميع الذين قدموا المقصرحاتهم لجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الآن أنا وحزاب شخص أطول الإطار لأنني نتحدث عن تعمل المساواة وستطول تحديث عن هذه المحافظة وحزاب شخص أطولها وطالب صراحة إشتغل أن نشاعها إن نحصل إلى إطار العام الإصلاحات لذلك ومنحف أنت أن جلالة الملك نعود أن تجد أيضاً لا يجب أن تفوتوا. يكون شيء واحد يسوق الوهم من المجتمع المغربي. وأنا لا أريد أن نكون سوق الوهم من المجتمع المغربي. هنا لدينا الإطار العام للأمور التي لا يمكن تصلحها. هذا المسألة التي قلت لك أو الوصية لا يوجد موضوع النقاش التي تسبب الأحكام القطعية. يوجد موضوع الإطار العام. يوجد نقاش صحي. ولكن أختصاص جلالة المالي بسيطة أمير المؤمنين هو المسؤول أولا وأخيرا على حماية الدين والأحكام الشرعية القطعية. والخطاب والرسالة كانت واضحة. والخطاب للسن دليل 30 يوليو 2022 كانت واضحة. لا يوجد أن نسوق أمور غير ممكنة. لا يوجد أن نفوت الحدود التي ترح فيها نقاش للتعديل. كما قلت يا أستاذ عمد هو نقاش صحي. أكيد هو نقاش صحي غير نقاش. هدف أننا دائما نرى واحد المشتماعي وهو واقف على ركيزة صحيحة. غير نقاش صحي. ولكن يجب أن نقاش هادئ. ويكون راسي. ولا يكون هناك إقصاء لأي جانب. أكيد لا يكون هناك إقصاء لأي جانب. ويكون هناك قابول طبيعة الحال. ويكون هناك قابول رأي والرأي الآخر. ويكون هناك الإنسات الآخر. ويحاولونه لكي نتفقوا على قواعد مشاركة. في إطار ما هو مصلحة العماء. وفي إطار ما هو مسموح به. لكي نتفقوا على تسويق المقترحات. أعتقد أن هناك تسويق غير صحيح وغير سليم للمقترحات. يبدون بلgeb Якوه لا يمكن عدد. تحتويق نتفق من هذا المشج Sesame. تحتويق؟ تحتويق الإنسات. تحتويق بالفعل له نفس السيارة. لا أعلم أن تعلم أن أتحدث. وتحتويق الإنساتات لكي. معت cópenta بأن المرأة بحيلة حاليا. بحيلة الإنترنت من المدونة السيارة. مع العلم أنه وقلاف القانون أن تتواعي المشاهدين الكثير، في القانون السلطة تكون قادية وقاضية، لا يوجد للزوجة، هذا خطأ بأن الموافقة للزوجة يجب أن تكون. لا يوجد الأساس. نقول لك، كما بدأنا الحلقة، نقول لك مسألة التعدد، لا يوجد إشكلات كبيرة، هذا هو الهم للمشاهدة المغربية التعدد. لا يوجد إشكلات كبيرة، المدون الأسرة في المدار بعين يتدرع على التعدد، يتدرع على السيطناء. ولكن حاليا النقاش يدرع على إلغاء مسألة التعدد، ويقول لك مثلا المحافظة يقول لك، هو حق من حقوق الشخصية؟ شرعية، أنا لا أريد أن أجوابك، أنا أريد أن أصل لك للسؤال، لكي أجوابك على سؤال بالقانون. المدار بعين يتدرع على التعدد، يتدرع على المبرر الاستثنائي والموضوعي، لماذا ستعدل المبرر الاستثنائي؟ وموضوعي، وموضوعي، الاستثنائي والموضوعي، هناك تبقى تقدير المحكمة، وزوجة طبيعة الحال، تبلغ إلى التبلغات، وما حضراتش محق المحكمة، أنها تصدق عن طريق، عن قضاء، لا، عن طريق النيابة العامة، لتشعر أنها، إلا ما حضراتش، ربما ستصدر حكم، يعني، إجراءات سارمة، وتحفظ الحقوق الجامع، ولكن كيف قاموا مقصدها استثنائي؟ أنا قلت لك المدونة الحالية، في مداربان كتدر المبرر استثنائي، وماذا تعدد؟ وماذا تعدد من أجل التعدد؟ أم لا تعدد من مبررات؟ مبرر استثنائي والموضوعي، يكون عندك القدرة المالية، وعندك الإمكانات المادية، وعندك الإيقامة، لأن هذه أسرة أخرى، عندك أسرة، فيها أبناء، أو فيها زوجة بيدون أبناء، أو مهم، كما كانت الأسرة، ستخلق أسرة أخرى، ما لديك هذه الإمكانية؟ ما هو بعد المبرر استثنائي؟ هناك تقدير المحكمة، حالياً، كيف تقدير المحكمة؟ أنا أتمنى مدونة الأسرة، أو المقترحات الجديدة، تزيد، ليس تشدد القيود، لا، تزيد، وتوضح المساطير أكثر، وتزيد، تدقق في هذه الشروط، يعني، هل أنك ضد التعدد؟ لا، أشخصياً ضد التعدد، لماذا؟ هناك تقليل من الشركة لأن أغلبية طلبة تعدد، لا يكون لديها مبرزة، أو موضع، وماذا؟ الزوجة مع الزوجة، 30 أو 20 سنة، أنا بقي صحيح، هذه الأكثر، لا تقليل من الشركة، إنها تقليل من الشركة، وماذا؟ أنها ترى، عن الزوجة، لم تكن تستطيعك، لا تكن التدقى. يمكنك أن يكون في حالة لكن هنا لأخرى تقول لك أنا لم تستطع أدخل هذا الشرع لكن في السوق يعني معنويا مرتاح ولماذا أستخدف حق الذي أعطيه الشرع نحن نرسل حق الذي أعطيه الشرع يعني في حال هذه الغوزة أنا لا يوجد أي شيء الزوجات يعني في حال هذه الأشياء غير قابل لك لن ترى الاستعمال ونرى الطرف الآخر لا ترى الاستعمال هذا الواقع سوف نستعمل ونرى الاستعمال وفي نفس الوقت لا تريد أن ندرك الزوجة في مسألة الطلاق ولكن نعمل تعلم أفضل منظلمها وليس في سياق الطلاق لا تتفق معك نسبيا لماذا أحرم هذا نقاش مجتمعي لا تتقل الكفر يمكن أن يأتي شخص يقول لك أنا لدي إمكانيات ولكن في نفس الوقت لا أريد أن ندرك الزوجة ويأتي في سياق التعدد وهي لا تتطلق لماذا القانون يحرمني لا تتفق معك هذه مبررات ربما تتبرير القناعات غير معلنة يمكن أن تكون قناعات غير معلنة أو غير معلنة يمكن أن يكون هناك قناعة أنا سأجبك أنا سأجبك أنا سأجبك أنا سأجبك أنا سأجبك نفس المنطقة نفس المنطقة أنا سأجبك أنا سأجبك أنا سأجبك نادراً في تلقاء تتعدد تستحضر فيها هذه الأمور التي قلت نادراً أنا سأجبك أنا سأجبك في المساطير في حياتي المهنية مرة واحدة ما كانت الأسباب؟ كانت أسباب صحية جداً والقضاء تفاعل معها ولكن في الواقع العملي كانت صعوبة يعني تصور الزوجة قضت مع الزوج وحد المدة ديها 30 سنة نرجع قولك قبيلاً وش مبقاتش غير صحيحة لسي أنا موجة نظر ديالي يعني أمر صعيب بزيف وأمر فيها شوية نقيس من 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 الكرامة المرأة وكان نقول عن قناعة ماشي تسويق خيطة مدونة الأسرة كانت تمنى توضع أنا لا نقول أن تمنع أو تتحد منها التعدد ولكن توضع مقتضية قانونية التي تكون أكثر سرامة في منح الإدن بتتعدد وتزيد توضحنا شوية المبررات السيتنائية والموضوعية وتعطي الحقوق أكثر لذلك الشركة في الحياة التي تبقى مع الزوج مدة طويلة بعد يأتي بشركة أخرى ونقول لك الجانب أخر مظلم ومخفيفة هذه المسألة تتعدد أحيانا يكون انتقام مجرد انتقام ونقول لك يشفي الغليل دياله يمشي طلقها هذا واقع لكن ما صحح تنقل وجهة نظر ديال المشكلة ولكن هذه قلة ونقول لك في الأصل هذه المسألة تتعدد بالنسبة لي لي لا يوجد مشكلة في المجتمع الآن لأن بالكاد أب الأسرة يستطيع يوفر الحياة الكريمة والعيش الكريمة لأسرة واحدة فما بالك يكون لديه أسرة يعني لديه زوجة أولى وثانية وثالثة وراءة وثالثة وفي الواقع المجتمع لا يستطيع التعدد الزوجات حاليا لأن لا يمكن أن تكون مسؤول وأب وتقوم بالدور كما ينبغي مع أسرة لا من ناحية المادية لا من ناحية الموضوعية أما ما هو معناوي كان في القلب والأربي لا يشعر ولا تعديله ولا تعديله ولكن كانت تمنى مدونة أسرة كانت تمنى بصدق أنه تفتح نقاش أكيد هو نقاش تفتح ولكن تمنع قيود أنا ما أقول لك أنا ما أقول لك تمنع بشكل نهائي كما زوج القاسيرات ولكن تمنع تمنع قيود أكثر سرامة لهذا المسألة تعدد أستاذ عماد من هيئة تنجا شكرا لك على هذه المعلومات القيمة وعلى هذا النقاش الصحي لي نتمنى 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 صادقين أننا نشوفه مبرمج على أرض الواقع بش نحميه جميع فئة المجتمع سواء كانت المرأة سواء كانت طفل سواء كان الرجل ومن بخصوطة واحد حقه مضلو محتشي واحد مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن التتابع سعيدة جدا بهذا النقاش أستاذ عماد شكرا لك على حضوك معنا شكرا موصول لكم وأنا أسعد بالحضور تلي معكم وكنتمنى أن هذا الحوار وهذا النقاش اللي كان نقاش هادئ وهذا فأنه يكون جاوب على الأسئلة والإشكالات اللي ترحتيها وأنه يكون نسلم المشاهدين الكرام أنهم استفدوا ويعني هذا النقاش غنال الأفكار ديالهم والأحكام ديالهم ويعني المفاهيم اللي عندهم على الإشكالات المطروحة حول مدونات الأسرة وشكرا على الاستدافة شكرا لك وشكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة نضيب لكم موعد جديد في حلقة أخرى وضيف جديد من ضيف الكب اشتركوا لكم